بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الثالث الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل تمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع كلاج الزهور سيكون درسنا رقم ثلاثة أخذنا في الحصة الماضية والتي قبلها كلاج الزهور رقم واحد واثنان في كلاج الزهور رقم واحد مثلنا الزهور بإغطاء العبوات البلاستيكية كلاج الزهور رقم اثنان مثلنا فيه شكل الوردة بأوراق الملونة واليوم سنكمل الجزء الثاني منها لكن في البداية سأذكر آداب الدراسة عن بعد أجلس بشكل صحيح على الكرسي من لاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هي الجلسة الصحيحة أما الصورة التي باللون الأحمر هي جلسة خاطئة أستمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم بالشرح أكون مركز معها حتى أعرف ما هم مطلوب مني وأدي العمل بطريقة صحيحة أيضا أتبع التعليمات بالتسلسل عندما تبدأ المعلمة الخطوة الأولى أبدأ معها وأقوم بتنفيذ الخطوة ثم أنتظر حتى تنتقل المعلمة إلى الخطوة الثانية بعدها أنتقل معها أيضا أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة خاصة عندما نستخدم بعض الأدوات الحادة مثل المقص والمشرط والصمغ الكهربائي أيضا أحافظ على نظافة المكان والملابس عندما أنتهي أقوم بتنظيف الطاولة أقوم بعادة الأدوات لمكانها الصحيح أتخلص من الأدوات المستهلكة التي لم أعد بحاجة لها أرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف كما كان هذا بالنسبة للأداب الدراسة عن بعد نأتي الدرس اليوم اليوم سنتعلم تشكيل الزهور باستخدام الورق المقوى الجزء الثاني استخدمنا في الحصة الماضية الورق المقوى ورسمنا عليه شكل الهندسي دائرة لتمثيل أوراق الزهرة وقطعة الكرتون سيصبح الشكل النهائي بهذا الشكل الذي يظهر على الشاشة عندنا الهدف العام لدرس اليوم أن يشكل الطالب والطالبة الزهور باستخدام الورق المقوى وعندنا الهداف التدريسية أن يكرر الطالب والطالبة معنا كلمة كلاج أيضا يعدد خطوات تصميم الكلاج ويعدد الطالب والطالبة الأدوات والخامات لتنفيذ نشاط كلاج الزهور أما الهدف رقم أربعة أن ينفذ الطالب والطالبة نشاط كلاج الزهور في الحصة السابقة قمنا بقص قطعة الكرتون هذه هي قطعة الكرتون هنا والأوراق على الشكل الهندسي هذا هو الأوراق استخدمنا فيها قالب على شكل هندسي دائرة وسأقوم الآن بتنفيذ العمل عندنا أول شيء حضار الأدوات اللي رح نحتاج لها اللي هي الأوراق التي قمنا بقصها على شكل هندسي دائرة وقطعة الكرتون الدائرية أيضا سنحتاج الصمغ وسنحتاج إلى كور قطنية ملونة هذا بالنسبة للأدوات اللي رح نحتاج لها اليوم طيب نأتي للخطوات أول شيء أحضر الدوائر الحمراء التي قمنا بقصها وقطعة الكرتون الدائري هنا نضعها على الطاولة بعدها نبدأ بوضع الصمغ على أطراف الدائرة كما تشاهدون هنا في الصورة وضعنا الصمغ على طرف الدائرة بعدها أقوم بلف الدائرة حول نفسها حتى تصبح بهذا الشكل لاحظوا هنا الذي أشير عليه الآن هذا الشكل الذي سيظهر عليه الدوائر التي قمنا بقصها سابقا بعدها أضع الكرتون الدائري بجانب الورق الأحمر الذي قمت بطيه ثم أبدأ بتثبيتي على قطعة الكرتون مثل الصورة التي تشاهدون حتى يصبح الشكل بهذا الطريقة بعدها أستخدم كرات القطن وأضعها في منتصف الوردة هذا هو الشكل النهائي اللي رح يكون عليه عملنا اليوم وريدكم بالشكل النهائي سابقا في الحصة الماضية اللي هو هذا الشكل سنقوم بتنفيذ النفس اليوم إذن خلونا نبدأ الآن التنفيذ العملي عندنا الآن قطعة الكرتون وعندنا الكرة القطنية اللي رح نستخدمها وعندنا أوراق اللي قمنا بقصها في البداية سأقوم بوضع الصمغ على الورقة على طرف الورقة ثم أبدأ بتانيها بهذه الطريقة لاحظوا كيف أصبح شكلها أكرر العملية مرة أخرى أضع الصمغ على طرف الورقة وضعنا هنا الصمغ أبدأ بثاني الورقة بهذا الشكل وأبدأ أضغط حتى أتأكد من تبات الصمغ أكرر العملية مرة أخرى أيضا نضع الصمغ بعدين أبدأ بلف الورقة هذا الشكل مرة أخرى بحيث أني أنا سأضعها حول هذه الدائرة اللي باللون اللي بلي على قطعة الكرتون سأثبت كرة القطن في المنتصف وأبدأ بوضع الأوراق اللي قمت بثانيها على الأطراف بهذا الشكل خلينا نكمل الآن نفس الطريقة أضع الصمغ وأبدأ ألف الورقة نكمل بنفس الطريقة نحن سأقعد هلعين يحدث هلch أzemت هلعين نقط نكمل مجموعة كبيرة حتى تكتمل على قطعة الكرتون دعونا نبدأ الآن تثبيت نشوف إذا احتجنا كمية إضافية أضفنا مجموعة من الأوراق التي قصيناها نبدأ نضع الصمق على أطراف الورق ونبدأ بتثبيته هذه أول ورقة ثاني ورقة ثالث ورقة رابع ورقة أحاول أضغط حتى أتأكد من تباتي الورق الورقة الخامسة ورقة السادسة وهكذا مع بقية الأوراق نزيد الكمية الورقة التي سنحتاجها أيضا بنفس الطريقة سأتنيها بهذا الشكل وأضع الصمق على الطرف الورقة واضغط حتى أتأكد من تباتي مرة أخرى أتني الورقة بهذا الشكل واضع الصمق على الطرف طيب نكمل تثبيت الأوراق سنزيد أيضاً ورقة أخرى حتى يصبح الشكل مكتمل لاحظوا هنا عندي الورقة أقوم بثنيها بهذه الطريقة وأضع السمق على الطرف هنا أضغط حتى أتأكد من ثبات الورقة وضع السمق من الخلف ثم أثبتها هنا تقريباً انتهينا الآن أصبح عندي الآن شكل الوردة كما تشاهدون هذا هو الشكل النهائي عملناه كما عملنا الشكل السابق قبل الحصة هذا هو درسنا اليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات لكن لا ننسى أعزائي ولياء الأمور تعميم المهارة في المنزل وتقديم المساعدة التي يحتاجها ابنك وأبنتك سواء كانت مساعدة لفضية أو جسدية أو إيماءات أيضاً عمل النمذج أمام الطالب حتى يعرف ما هو مطلوب منه ويفهم الخطوات بطريقة صحيحة أيضاً لا ننسى تقديم عبارات التحفيز والثناء حتى يشعر الطالب بالثقة والنجاح كانت معكم المعلمة أمن تمامي مع السلامة